ما عليش كنت نسي تقول حاجة مهمة مساء الخير الكلمة قوية جدا والمصريين بيعين الكلام وانا بعشق الكلام المصري علشان هو معبر اكتر من اي لغة انا شفتها في حياتي وانا شفت في حياتي كلها لغتين اللي هو المصري والأمريكي بتاع المسلسلات ده وفيه في الكلام المصري شوية الفاظ عجيبة وشوية حاجات عجيبة في الكلام المشكلة في الكلام المصري ان انت مش عارف انت امتى تتشتم وامتى في حاجة هتلاقي فجأة في حاجة فتحك فجأة هتلاقي ومك رقاصة فجأة هتلاقي فتحك متعاصة فجأة هتلاقي في حد بينيك فجأة بيحصل مشكلة في الكلام يعني مثلا اي كلمة انت هتقولها الرجل المصري عنده قدرة يحاولها الايهانة شخصية لك او لحد من اقلتك قول رقم يا يوسف من واحد لعشرة اربعة مربعة ورقم تاني واحد نكس عب واحد اي رقم نكس علي وحسين طب قول لي حاجة ومص طب طب ومص فك هلا من كوص لا دي وحشة تسمي اختلاق انا شايفة كنت بتألفها شايفة كنت بتألفها شايفة كنت بتألفها انا شايفة كنت بتألفها بقى انا شايفة عمله وبيفكر كده ليه شايفة بيقلف قلت ممكن بفكر في الشغل ولا حاجة سمح الله يعني من الكلام برضو الغريب اللي انا بنباهر بيه جدا كلمة لمواخزة الناس بتسخدم كلمة لمواخزة متقسمين لاتنين يا اما واحد بيقولك لمواخزة احبا فهي حاجة بيانضي لمواخزة خلاص يعني لمواخزة هتحل ايه ما انت قلت احبا ما انت قلت ملكوك لمواخزة هتعمل ايه في الموضوع يا اما يقولك لمواخزة كورسي لمواخزة شباك فالاستخدامين بتوع لمواخزة مش نفعين يا اما حاجة خلاص مش هتتحل إلا مواغزة مش هتحل إن انت قلت على واحدة محوكة ولا أحبا وليه لمواغزة شباك؟ ليه فجأة قدتني حاجة مريبة مع الشباك؟ يعني أنا كنت هي تقلق يعني إنت قصدك إيه؟ منقول لي مواغزة شباك؟ إلا مواغزة شباك دي تتذكر أتنطي من الشباك يا يوسف المراس بقى قلت من الشباك هتلقى زي ما بيستنيك تغير الألفاز اللي بتستفزني جداً اللي هي مش مفهومة زي مثلاً ودي قاعدة طب انت ليه وضحت انت بتعمل إيه؟ يعني ليه بتعلق يا أيمن يا كاشف؟ اللي بيحصل يعني إيه اللي هو هدي قاعدة؟ طب يا عام قادي قومة يا عام مش عادي بني مدينة زي أكبر وموضوع إن حتة الهدوم اللي هي بتستخدم كحتة دي اسمها موطة دي حاجة غريبة جداً والموضوع ده بيفكرني بحاجة حاصلت معه صغير يعني ده حتة الهدوم برضا عشان لول الناس اللي مش عارفوا أزول الناس كلها عارفة الموضوع ده الحتة بتاعت الهدوم اللي هم نستخدمها كحتة اللي كحتة بتتمسح أو حاجة دي اسمها موطة دي غير الشرق موطة اللي هي فتاة الليل مانجهش دعوه بيها أو أي إن كان أنا إمت اكتشفت موضوع شرق موطة ده كنت مراهق عندي 14 سنة أو كده كان عندنا رجل سباك في البيت خلص شغل وفجأة الرجل خرج وبيتعك إيده وعينه كلها شهوة قال ليه ما عندكمش شرق موطة فانا قطر يا فاندم وفضلت واف قدامه شوية كده رح جاي أخوي أرحالي بماشي استنى ماشي ماشي وماشي قلت لأ أنا لازم أفهم هي ماشي ازاي في البيت ده؟ ما بقاش أنا بذكر أفلام سيكس واعد واعد على أوروبية مستني إعلان كلوتات وماسي الكاتالوج اللي هو بتاع اللانجري اسمه إيه ده فاحة كسو أمه فاحة ماتين أمه ودي جنتة في اللوهلة طول أنا عايز شرق موطة يروح رحين جايب نهائك وإيه يعني؟ وهي طريقة الطرح يعني اللي كانت مشكلة؟ عشان أفهم والله دي حق وراه مطالب فعلا زي ما بيقولوا غير طبعا كلمتي المفضلة مع كامل احترامي أنا اللي اخترت مع كامل احترامي عشتبع عنوان للبدامك بتاعي إن مع كامل احترامي أكتر كلمة ما بفيش بعدها حاجة محترامة بتتقل يعني لو هديلك يا مع كامل احترامي بس انت رجل ما تفهمش مع كامل احترامي بس انت رجل ابن مالك عشان كده أنا بقى عشق الكلمة دي إن هو بيفتكروها مبرر يعني هو بيفتكروها إن هي الكارت اللي هيرميه وبعدها يقول له هو عايزه مع كامل احترامي انت رجل بنواسخة خايا والناس بقى علشان تبرر اي حاجة تعملها ففجأة بيخلق لك مقولة اللي هو يا عمر خيشة في رجال بتجيب الفاير هقلعك كلوتة ايه 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 هو ايه 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 مين سمح لك بكده فجأة فجأة الخيشة بكده يقول فرق من العدع كلوتة وطيب دي بتجيب ايه يا ابن المتك بتجيب تروما يمي يجي واحد يقولك ايه هو سندويتش ده بيقول ايه بصوا سندويتش بيقول ان انت ابن ميتكس أنا بقولك بانا والشفة بس انا بقولك لا ايه السندويتش يعني السندويتش شايفك بيكس ابن ستين اول يا عم تفضل بانا والشفة هاويه يا عم يأكل واحده يظهر ينزل ببواسير يا ابن المتكف بعددك يبقى عال قد كده يقولك دي عال خيش وقش وانت التحديد وصول بيانبك ده مبررة كان انت تبقى هلفوت وعرة انهما معمولين من خيش والقش وانت معمول يعني من اليورانيوم تفاجأت ده يا عم ده فكر قلوته موزة وكل واحد فكر قلوته موزة ايه دي هفتكر قلوته موزة نشرف فارغالي ايه القرف ده محدش يا عم بيقولك على خرائف ايه لا طبعا انا بقولك على خرائف طبعا يا أستاذ ريت فيلفت واكي ليه انت عشبتوش على خرائف كيف الخار جيب له معلقة؟ فين كيف الخار ابن المتكة ده كبدايا؟ وليه جيب له معلقة؟ والمعلقة دي بعد ما يستخدمها تترمي انها مش براحة اكون رز بلبن وراي معلقة خرائف معايا موجودة في الدرجة بقى انت عارف اللي بيعصب نقطة من الكلام ده كله؟ الكلام المبتزل الناس اللي هي بتاخد كلمة تحليبها يعني اوبا فارتيك تجابها ببكت من الناس دي او التنمر اسلوب حياة يا جماعة بحيس ناسي عنده صورة الكسف يعني الشخص اللي هو مش عارف يخلق جملة يقولها او بيستخدم جملة ايه ده؟ ايه ده جن يا لابد يابد احمد العوضي يا لد عدائي احمد العوضي محمد الزبال والناس اللي بتزفزيني برضو اللي هو بتكلم معك انت فاهم؟ انت فاهم؟ انت فاهم؟ لو مش فاهم يا ابن الخيط لو مش فاهم يقولك او مش فاهم او اللي هيخليني مش فاهم؟ هل انا من ويلز مثلا وانت بتتكلم عربي فانا مش فاهمك؟ يعني لو مش فاهم هقولك او مش فاهم خلاص ما بطل تسألني او اللي انت بتكلمه فيه لازم بتاهم حاجة اوسخة او انت بتتكلمه يروح فادح بقه عامل حاجة في بقه بتحسن وانت بتكلم واحد يروح فادح بقه مثلا عن الحاجة كده بيبقى معي خيارة او حاجة ريمهاله خلاص انت عايز نعملك كسايد اشتا انت سايد اشتا يعني دي اخلاق فرص نهر مش اخلاق بني قادمين ابدا ليف رح فاهم رح فادح بقه وقاب مع الناس مسقط صباع ابن المتكة المجلس ده جايب بي حاجة و لما يطبعوا حاجة يوم بكرها و فيها الفاظ مستفزة اللي هو جيش عبدالله توركي ايه الجيش الغريب ده الجيش منايري ايه الحاجات اللي اتدخل الجيش عبدالله توركي عشان عايز اقدم انا وستة اصحابي و معناش الحتة دي من الشعر هل ده لازم زي الجنسية كده او المزجانجية المزجانجية يجمعوا ايه ده تربوية اه تربوية برضو يجمعوا مع المزجانجية والناس اللي في ذات بتقول ايه تعالى دي بتستفزني عشان لو جيت هكرك علق بنت بك ما تقوليش تعالى ما تقوليش اعمل ايه اصلا والراجل اللي هو بتولع السجار ايه يا عم بعافش ايه بعافش ايه في الضل انت مين اولا انه بتعمل عندي في البلكونة فجأة اللي واحد عندك في البلكونة ما تعرفوش ايه يا عم مش عاب تولع في الهوة اولي حرامي نصيحة اليوم هي نصيحة حقيقة جدا وبجد مش هذر فيها اه لو مش قادر تساعد او تأكل حيوان على اقل سيبه يعيش او سيب حد تاني يساعده متحاولش تأذي حيوان متربيش ابنك ان هو يأذي حاجة اضعف منه ان هو هيتلعش خاصة مهزقة زيك لو انت رجل بتحب الحيوانات وقيت حد بيأذي حيوان بيتنمر على حيوان او بيأذي بقى اشياء من الاشكال بطريقة لطيفة وبتسمى باشوش هروحي اشتنبومه ان دا بني منك مطرباش انا محمد عبدالعاطي وده برنامج ما اكمل احترامي